اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع سعالة السيد لي تشينغ وين السفير المعني بشؤون منتدى التعاون العربي الصيني بوزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية وذلك على هامش مؤتمر حوار المنامة في دورته الخامسة عشرة وخلال الاجتماع استعرض معالي وزير الخارجية مسار العلاقات القوية التي تربط البحرين وجمهورية الصين الشعبية وسبل دفعها في شتى الأصعدة لسيما في ظل الإرادة المشتركة والفرص الكبيرة التي تتوافر لدى البلدين في مختلف المجالات وعرب ما عليها عن تقديره للجهود الحثيثة التي تقوم بها جمهورية الصين لتعزيز العلاقات مع الدول العربية بما يعود بمزيد من النفح على الجميع ومن جانبها أكد سعادة السيد لي تينجوين تطلع جمهورية الصين الشعبية لتطوير التعاون المشترك مع المملكة مثمنا دور البحرين وجهودها الملموسة والهادفة لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة متمنيا لمملكة البحرين كل التقدمي والازدحار بالاتجارات الشعبية اشتركوا في القناة